في الحقيقة عندما يأتي الحديث عن البطل الشهيد أحمد حاجي قاديروف الناس تتذكر أحياناً جزء من معركة ضد الإرهاب وضد القاعدة وهذا حقيقة يجب أن يتم الحديث عنه وإبرازه لأنه كان يتطلب في تلك المرحلة شجاعة شجاعة منقطعة النظير أن يأتي شخص من بين هذا الشعب ويحمل راية لإنقاذ شعبه ممن من الإرهاب الذي استطاع أن يكتسح بلدان عدة وأن يعبر القارات وأن يدمر مقدرات شعوب في مختلف القارات مهم جداً التجربة الشيشانية هذه أن تبرز للمسلمين في مختلف دول عالم تجربة ناجحة في تحقيق الاندماج الإيجابي للمسلمين في الدول الأخرى وأيضاً في همة الشعب وشجاعة القيادة في إعادة بناء دولتهم بعيد عن إيش؟ بعيد عن الخطاب المتطرف الخارجي بعيد عن الغوغاء العمل بعقلانية وبحكمة والاستثمار في إيش؟ في الإنسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر